أقامت لجنة شفافية ومكافحة الفساد بجمعية المحامين الكويتي اليوم وبالتعاون مع جمعية الدفاع عن المال العام فعالية دور الجهات الرقابية في مكافحة الفساد حضرها ضيوفنا الأكارم وأثروننا في المواد العلمية أبرز ما يتم تصوره من توصيات لمكافحة الفساد والدور الرقابي هو يعطى الحق للجهة الرقابية صلاحية تحريك الدعوة الجزائية إذا ما رأيت هناك تجاوز على المال العام وهذه من أقوى النقاط التي بإذن الله نتأمل تطبيقها في المستقبل كون الأجهزة الرقابية لا تملك هذا ويملكها الوزير المختص إثارة هذا الموضوع لمكافحة الفساد لا شك أن الفساد إذا نخر في مجتمعنا أو أي مجتمع يؤدي إلى هدم أركانا ككل وإحنا بدورنا أن نعد الخطط للتطور ومواكبة الدول المتقدمة فالقضاء على الفساد أمر واجب